مواجهة الاهلي والزمالك السبت القادم في قمة الدوري المصري ساعة 8.5 مساء الاهلي في حالة معنوية رائعة جدا وكبيرة جدا على العكس بالنسبة لنادي الزمالك ولكن المؤكد المؤكد بالنسبة لهذه المواجهة مواجهة الاهلي والزمالك ان ملهاش حسابات خالص هتقول لها كريم الاهلي متصدر دوري وصل النهايكس مصر والامور بالنسبة له كويسة هقول لك ملهاش حسابات هتقول لها سلو الزمالك في حالة معنوية صعبة وفي نتائج سلبية في الفترة الأخيرة وخروج من كاس مصر هقول لك ملهاش حسابات اتعلمنا كده من مباراة الاهلي والزمالك وحضرتك شفت وانا شفت وكلنا شفنا تبقى الاهلي في احسن احواله يخش المباراة يخسر الزمالك في احسن احواله يخش المباراة يخسر والعكس صحيح ملهاش مقاييس اطلاقا ما دارش اقول لك من النهاردة بص بالمنظر كده الاهلي كاسبان بقى يوم السبت المباراة طب بص اقول لك حاجة الزمالك عشان النتائج سلبية في الفترة الأخيرة فيبعده حافز أكبر فالزمالك هو اللي يجب سلب المباراة تدارش تقول لأي حاجة تدارش في مرات الاهلي والزمالك ما لقاش حسابات اطلاقا اطلاقا خالص يعني الاهلي بالمناسبة دي يعني بيكسف مفاوضاته من أجل حسم التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب نادي جونيكا هنداي الكوري الجنوبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجرية بعد موفقة مرسل كولر تعالوا أقول لكم شوية أرقام أو شوية حقائق عن هذا اللعب مسيرة جوستافو مهاجم الاهلي المحتمل موليد عام 1994 عام 28 سنة ظهر مع نادي كريكيوما البرازيلي في عام 2015 قبل أن يخرج للعديد من الإعراض نحو ريسيندي وتبارو في الدوري البرازيلي وناسيونال البرتغالي حتى عام 2017 تم بيعه بعد ذلك إلى كرونسينز البرازيلي واحد من الأندية الكبيرة في البرازيل في عام 2017 قبل أن يخرج معارن إلى بهايا ثم وياس ثم فورتاليزا وأخيرا انترنسيونال في الدوري البرازيلي حتى عام 2020 وبعد ذلك انتقل إلى صفوف فريقه الحالي جون بوك هنداي الكوري الجنوبي عام 2020 واستمر معه حتى الآن إذ أن عقده مستمر إلى عام 2024 وده أكتر فريق هو بيعمل معه أرقام معقولة جدا بخلاف ذلك مسيرته كان فيها بعض الحاجات اللي أقول لكم عليها بس لما نشوف أرقامه لعب 243 مباراة في المجمل سجل 80 هدف وصنع 21 هدف أرقام جزافو فقط في الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل 12 وصنع 5 أهدف طيب أنا بقى أقلق شوية ده اللعب أهدفه حلوة لما تشوف فيديوهاته جميلة أنا بس بيبقى أقلقي اللعب اللي انتقالاته كثيرة في فترة قليلة انتقالات كثيرة جدا بس مع فريقه كوري آخر فريق بيشتغل معه دلوقتي هو ماشي بشكل كويس أرقامه معقولة جدا بعد شو هيبقى معي محمد جمال ويتكلم عنه تفصيلا كمان فنيا وأهميته لو الأهلي ضموا بشكل رسمي لعب برازيلي آخر مع النادي الأهلي هيبقى موجود ربما ربما يبقى هو المهاجم الأهلي بيدور عليه علما وان جمال قبل ما ادخل على هوا قال ان فيه اتنين كمان الأهلي بيفكر فيهم هيقول لنا عليهم جمال لما يخش معايا بعد شوية يعني الأهلي بيشتغل في تلات لعبين حتى هذه اللحظة في مركز المهاجم منهم واحد برازيلي لو الترحاتكم عليه دلوقتي